اهلا بكم في النشرة الاقتصادية قال متعاملون في قطاع السياحة انه على الرغم من انتعاش القطاع السياحي في مملكة البحرين منذ بداية العام الجاري الا انها تنخفض نسبيا خلال شهر رمضان المبارك وقال رئيس مجلس ادارة بروموسفن القابضة اكرام كناس ان طبيعة شهر رمضان تجعله يشهد نوعا من الاستقرار النسبي في السياحة نتيجة لطبيعة الشهر الدينية الا انه من المتوقع انتشهد السياحة في مملكة البحرين طفرة كبيرة مع قدوم عيد الفطر الذي تقام معه العديد من الفعاليات مشيرا الى ان مستقبل السياحة جيد وبالاخص في ظل اهتمام وصارت السياحة باحياء المناطق التراثية في مختلف مناطق المملكة اقبال على السياحة خف بكتير عالميا مش بس سنة يعني حتى في كل المناطق في رمضان المسلم يحب ان يكون مع اهلته اهله في بيته ديره بتأمل انه دائما بتصير هذه انه المغتربين من البحرين او من اي بلد تاني خليجي او عربي يرجعوا لأهلهم يكونوا مع اهلهم في رمضان لانه هذا الفضل الفضل بيجمعنا رمضان بيجمعنا مع بعض فانا بتصور انه حيكون في شوية حركة انما مشي الحركة اللي بتوقعها في للسياحة ترجمة نانسي قنقر